إعلان المغرب حالة الطوارئ المائية ليس قراراً أو نهجاً في العمل السياسي فقط بل يثمن جهود المدنية الواجبة على منظمات البيئة والمناخ والشباب وممثلي الأقاليم والمحافظات وغيرها حسب مصطفى بورامل لهذا اجتمع هؤلاء لوضع اقتراحات خطط عمل مشتركة تستهدف التوعية في الأحياء أو في المخيمات الصيفية أو تشجيع الزراعات الذكية وغيرها أول شيء هو القيام بحملة تحسيسية للمجتمع المدني بأهمية المياه وترشيده ثانياً في المجال الزراعي يجب أن تكون هناك مصروعات أقل استعمالاً للمياه ثالثاً في المجال الحضاري يجب أن يكون هناك استعمال المياه بشكل عقلاني سواء في المنازل سواء في الأنشطة الصناعية سواء في المجال الحضاري سن قوانين زجرية لمن يتسببوا في تبذير الماء والحد من حفر الأبار العشوائية تعزيز وترسيخ مفهوم التربية على الماء بشكل مستعجل في المناهج التعليمية وغيرها أفكار تضاف إلى اقتراح لجنة الأمن الغذائي في البرلمان المغربي لسن تشريعات جديدة لتأسيس وكالة وطنية خاصة بإدارة ملف الماء وإعادة النظر في تسعيرة استهلاك الماء المنزلي والزراعي أولادنا عانت من موجة جفاف حاد هذه السنة أضطر على الموارد المالية المائية للمملكة الشيء الذي يطرح على الحكومة أنها تستحضر هذه الإشكالات وتخل في عدد من السيناريوهات التي يمكنها تجنب المملكة لأزمة العطاش كإجراءات رسمية أقرتها وزارة الداخلية شرعت مدن مغربية في تخفيض تدفق مياه المنازل ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولفي بالمياه الصالحة للشرب أو الجوفية مع حضر استعمالها في غسل الشوارع والسيارات والآلات وتجهيز المسابح بأنظمة إعادة تدوير المياه في هذه الضرفية لا يمكننا أن نتكلم عن الماء دون السياسة تخص تحليات المياه لا يمكننا أن نتكلم عن المياه الجوفية لأننا للأسف نحن رأينا أن المستوى للفرشة المائية هبطت بثاف وممكننا أن نتكلم عن الماء بانتظار الأمطار الموسمية إذن نخصنا السياسة لإنتاج الماء متحكم فيه تراجعت حصة الفرد من الماء في المغرب من 2500 متر مكعب سنوات الخمسينات إلى 600 متر مكعب فيما تعرف السدود نقصا يقارب 90% وعشر مدن مغربية مهددة بالعطش ما يصفه خبراء بوصول المغرب إلى عتبة الإجهاد المائي إجراءات جديدة للحفاظ على المياه في سياق إعلان الحكومة المغربية حالة الطوارئ المائية إجراءات تضع السلطات والمجتمع المدني والمواطنين أمام مسؤولية مشتركة لمواجهة موجة الجفاف التي لم تعرف البلاد مثيلا لها منذ سنوات فاطمة بوغنبور الحرة الريباط ترجمة نانسي قنقر